موسيقى لكل الناس بيرمي نفسه في الحق لأي حد وفي أي مشكلة المهم أنه يبقى يعني عارفة الناس اللي عندها عطاء من غير أي مبررات خوة كده يعني فهمة قصدي فبس وبيبتدي رحلة طويلة قوي بيبتديها اللي هي الفيلم يعني رحلته في الفيلم بيعدي على ثقافات كتير قوي وبيمر على بناء أدمين مختلفين جداً في كل أنحاء مصر بيأسطر فيهم وبيأسطروا فيه فيلم إنساني جداً جداً فيه حدوتة إنسانية قوي فيها دراما كتير قوي حلوة فيه مواقف حلوة جداً بنتعرض لها بنشوفها في الفيلم فيه أكشن فيه كوميديا فيه رومانس فيه معاني كداً حلوة قوي هنشوفها في الفيلم يعني ربنا يكرم والناس تقدر المجهود اللي حصل في الفيلم يعني زيني يا ربق من أول ما تعرض عليك السيناريو أي اللي جاذبك في الشخصية علشان تقدمها في فيلم الأشقش هو الفيلم جالي وأنا بقصور بدون ذكر أسماء مسلسل بدون ذكر أسماء أنا ساعتها كنت رفض تماماً إن أعمل أي حاجة لأنه من كتر حبي للشخصية وللموضوع كله ما كنتش عايز أعمل أي حاجة لأنه كان واخد كل طقتي وتفكيري وكل حاجة ومن صعوبة الموضوع كمان بالنسبالي قلت يا رب حتى أقدر بس أوفي الشخصية حقها لما جالي الموضوع أنا ركت رفضه تماماً أصلاً يعني من قبل ما قرأه فلما قريته عجبني بصراحة الموضوع جداً جداً وده مش معناه إنه أنا لما خدت القرار يعني قللت مجودي في بدون ذكر أسماء خالص بس هي الفكرة في إنه أنا بقول لك ليه قبلت الموضوع ده إنه أنا محطوط بشكل مختلف وهعمل حاجات مختلفة في الورق ده هنشوفها في الفيلم يعني وفي نفس الوقت الفيلم حددته هو مش فيلم شعبي على فكرة عشان الناس بتقول فيلم شعبي ومعرفة لا الفيلم هو الشخصية شعبية الشخصية السيد الأشاش دي هو ده ده شعبي ده بنشوفه في مناطق شعبية وفي حواري وبتاعه ولكن بيعدي على ناس مختلفة تماماً ما لهاش علاقة بالشعبيات في الدراما بقى بتاعت الفيلم فده خلي أنا من منطقة شعبية أنا من منطقة شعبية أنا من مصر القديمة هل المناطق الشعبية كلها سينج ودب ودم ومخدرات المناطق الشعبية مليانة مليانة مخزون درامي مهم جداً 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 فلما لقيت الورق مكتوب كويس قوي في الموضوع دوت حسيت إنه ده ريسك لازم أخده علشان أوضح للناس إنه الافلام الشعبية مش بس كده يعني وده كان هام برضو مش هامي بس كان هام كل صنوع الفيلم إنه يعملوا فيلم سينمائي محترم مفيش حاجة اسمها فيلم شعبي وفيلم كلاسي وفيلم مفيش حاجة اسمها كده فيلم سينما انت بتشوفي حدوتة بتعيشي معا في مجتمع معين مع شخصيات معينة فده كان متحقق حلو قوي على الورق وعجبني جداً وعجبني أكتر إنه هما شايفيني في شخصية أنا نفسي شايف نفسي فيها برضو ممكن عملها لأنه ممكن يجي لي ورق يبقى لكي ورق كويس قوي بس أنا أرفضه لإنه مش مش شايف نفسي في الشخصية دي لا أنا مبسطت لإنه هما شايفيني في الشخصية ديت وأنا حيثت إنه أنا إنكست فيها في عملتها شركت طبعاً الفندانة حورية فلغاني معاك طبعاً أكيد كان لها علامة معيزة معاك فعايزينك تكلمنا عن التعاون ده حورية من أجمل والممثلات للشابات اللي ممكن تتعاملي معاهم فنياً وإنسانياً مريحة جداً ومكتهدة قوي 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 بتحب شغلها وبتحب بتموت نفسها حورية يعني بصي أنا وحورية كنا بنموت في الفيلم ده والله يعني تعورنا كتير وش يعني شاءت شاءت هي تعبد كتير قوي 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 في الفيلم ده ربنا يا كرامها يا رب كمانا نعرف إن أكيد فيه صعوبات كتير وجهتكو كمانا لإن كان فيه وقت حظر التجوال كان السعى 7 وبعدين وصلنا إلى 12 فكده عطر الفيلم كتير اعملت يعني زي تحددت كل الظروف دي علشان تطلعوا بالفيلم إن شاء الله وينجح في العيدة كبيرة الحمد لله رب العمين ربنا وصلنا وقدرنا إن احنا نصور في الفيلم نصور الفيلم في الوقت اللي فيه حظر علشان لو كنا ما صورناش يعني الوقت ده إحنا عد علينا وقت مكانش ماينفعش نصور عشان لو ما صورناش مش هيبقى فيه فيلم مش هينزل خلاص التوقيت هيروح كنا عاديين في اللوكيشن وعاديين في مكان جانب اللوكيشن بنصور من المكان للوكيشن ومن اللوكيشن للك المكان ننام نقوم نصور كده أسبوعين لحد ما خلصنا تقريباً تلتين الفيلم ربنا بفضله يعني الحمد لله رب العمين كرمنا في الموضوع دوت وسهل لنا حاجات كتير قوي خلانا ننجز في الموضوع دوت وربنا إن شاء الله بإذن الله يكلل مجهود الناس دي كلها بالنجاح يا رب إن شاء الله يعني أتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاحات ونورتنا النهاردة في بابة أخبار اليوم متشكرين جداً وكل سنة وأخبار النجوم أخبار اليوم سوريا أخبار اليوم كلها طيبة بالضبط واحد كله رباني خليك يا رب وكل سنةهم طيبين وكل القراء وكل الجمهور كله طيب